الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك ونحن عبادك وعبيدك اللهم احفظ الجزائر يا رب العالمين اللهم احفظ أرضها واحفظ سماءها اللهم احفظ الشعب الجزائر يا رب اللهم احفظه بحفظك واستره بستك واجعله تحت حمايتك اللهم من أراد بالجزائر خيرا فوفقه وسدده وامدده بمدد من عندك يا رب العالمين اللهم من أراد بالجزائر سوءا فاخذه أخذ عزيزي المقتدر وأرنا فيه قدرتك إنك عليه قدير آمين يا رب العالمين عام الدين أصورات بدويد قتلوا بيناتهم يا وبالكوا بعدهم طريقهم الله يقوي شيطانهم ربي احفظنا اللهم صلق الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين نقول له السؤال تالبارح سائلة من العاصمة تقول طلقني زوجي بالثلاث ايه؟ معنتها والتي حرام عليه بعد أن أنجبت له طفلين احنا ما رنش عارفين على هتلقك بالثلاث ومن دخلوشه احنا في هذه المسألة وأعاد الزواج مبروك عليه وانت إن شاء الله ربي يجيب لك رجل صالح يحميك ويسترك إن شاء الله لحد الآن ما كاش مشكل ولكنه هاهي المشكلة ولكنه يتصل بي ويرغب أن نبدأ أن نبقى أصدقاء يعني قولي لي بالله يا أختي هذا الرجل ما عنده شقاء أصدقاء ما لعب ماتش في حياته ما تخلي قرادة أصحاب في المدرسة في الابتدائي في المتوسط في التناوي في الجامعة ما عنده خدامين يخدموا معه ما عنده جيران ما يروح للقهوة بشي تعرف ناس يعني صابق غير انتلي وحبك نبقى أصدقاء نبقى أصدقاء حسبونا الله ونعم الوكيل ما كاش أصدقاء إذا رحب يدي صديقة عنده مرتفة دار هاديك يا صادقتو هاديك يا صادقتو وهاديك يا زميلتو وهاديك يا الحالة العلي وانتي ان شاء الله رب يجيب لك راجل ديعي صديقك يتصل بيها بالتليفون تعالي يا حليلتي لأطلقكي بش تولي خليلتي ما عجبتهش حليلة عجبته خليلة هذا هو هذا ما ليحبوا يأكلون بياد نزبل يخلي المكلة سخونة ما شاء الله الحلال ويره يكون بياد نزبل كالذبان ويرغب أن نبقى أصدقاء بل يصرح لي بحبه هذا حب كاذب مخادع هذا حب حرام إذا كان هذا رجل يحبك لماذا طلقك بالثلاث حسبونا الله ونعم الوكيل هذه المسألة هذه فكرتني في وحدة الحصة وحدة الحصة عجيبة رأيتها على قناة فضائية جزائرية والله حسبنا الله ونعم الوكيل وربي يهدي القائمين على هذه الحصة يجيب رجل رجل امطلق مرته بالثلاث ومعاود الزواج خلاص أي عنده مرة في الضال ويجيبوله هذه المرة ليطلقها رأي امطلقها خلاص أجنبية شرعا هي أجنبية عنه لا يجوز أن يعيدها إلى عصمته إلا إذا تزوجت وطلقها زوجها وعادت باختيارها يجيبوهم ويتلفون لها قالوا فلانا ويهدر مع الطالقة تعوى وهذه المزوج حبيت نقول لك أنا ما زالي مهتم بك وما زالي همني أخبارك وراني سقصي عليك وانا يا كما بكري كما اليوم وهي تقول له أنا تاني كما بكري كما اليوم وش معنتها كما بكري كما اليوم وش معنتها الراجل يطلق مرة بالتلات ويتصل بها في الفضائية ويقول لها أنا كيما بكري كيما اليوم وش معنا كيما بكري كيما اليوم كيما يجي يا شقع المباشر وينود الإمام الإمام ليحاضر عوض أن ينكر هذا المنكر ويقول له اتقي الله اتقي الله راك مزوج لازم تحترم المرالي راك مزوج بها وهذه المرالي رايف العصم أنتعك وهذه عمراء أجنبية لا يجوز لك أن تفعل هذا واش يقول لهم الإمام هذا لكنا نسلنا منه كلمة الشرع وكلمة العقل واش يقول لهم يقول لهم هذا صحابي تأخر زمانه سماه صحابي تأخر زمانه زعمج يكرم لمرالي يطلقها كاش واحد يطلق مرالي يكرمها كاش واحد يكرم مرته من خلال الطلاق بالثلاث راك حبي تكرم مرالي يكرم يماك التي أنجبتك كرم زوجتاك التي رضيت بك حسبون الله نعم الوكيل الإمام يقول لهم هذا صحابي تأخر زمانه وماد واش يزيد يقول لهم اوقفوا باش نبايعولوا ويوقفوا يتحيو لوقع الرجل يتكلم مع مرأة أجنبية طلقها بالثلاث ويقول لها كيمال بارح كيمال يوم أكون فاهمين وشكين تحت كيمال بارح كيمال يوم ويقولوا أنا تاني كيمال بارح كيمال يوم قالهم هذا صحابي تأخر زمانه ونادوا تحاولوا وقع تحاولوا يشجعوا في الرجال باش يربطوا علاقات مع انساتهم لطلقوهم ويشجعوا في انسا باش يربطوا علاقات مع الرجال لطلقوهن ولذلك مؤخرا رح تنصلح في واحد العائلة رح تنصلح بين هدوك العائلة نصيبوا مرأة سقسيتوا مش كون هذا المرأة وش يقول لهم للدار قال لي هذه مرتي لي طلقتها بالثلاث وهو عنده مرته ومرته ريف الدار ورانا قاعدين أنصلحوا مع الجماعة قلت له بساذي وجهت الدير قال لي هذه عادتها أقدر قال لي كل مرة اتجي عندي للدار اتجي عندك للدار وتدخل حتى إلى غرفة النوم بحجة أنها هي كانت مرته بكري بحجة أنها عاونته باش بنات دار بحجة أنها هي لخدمة الباب بحجة أنها هي لخدمة التاقة بدراهمها اتجي مرام طلقة بالثلاث في المحكمة ورجل مزوج وعنده مرته الجديدة تدخله داخل الدار وداخل غرفة النوم هذه قام من ثمار هذه الحصص قال لك هذا الصحابي تأخر زمانه ما لا هذا المرتانك صحابية تأخر زمانها حسبون الله ونعم الوكيل السائل اللي رأي تقول راجلها اتطلقها بالثلاث ويتصل بيها ويقولها نبقى أصدقاء ويصرح لها بحبه ويريدني أن أخرج معه وين يديك تخرجي معه وين راح يعلمك أحكام التلاوة راح يعلمك ترقع الصلاة وشحي علمك أحكام الصيام وشحي علمك أحكام العمرة تخرجي معه ومرتول يا ريف الدار على ما يخرجها شو يحوص بيها حسبنا الله ونعم الوكيل ويريدني أن أخرج معه فهل يجوز لي أن أتخذه صديقا فهو أبو أولادي هذا أبو أولادك ولكنه طلاقك بثلاث وقلو عجبك الحانتية لا يا أختي لا يجوز لك أن تخرجي معه لأن الطلاق الثلاث قد وقع ووقع في المحكمة ورجل قد تزوج وليس هناك صداقة بين الرجال والنساء أنسوا هذه فكرة الصداقة سامى صديقي أمر دائرة راجل في الضار ودائرة خمسين واحد في الانترنت في الشات الرجل يقول perspectiva يا مرا شكون هذا هذا صديقي يا مرا شكون هذا هذا قرأ معايا يا مرا شكون هذا هذا يخدم معايا ظهرket آه والله غير سيتان جونتي يوم سيتان جونتي يوم يروح المرت appreciate ماشي لك أنت جونتي يوم اتغي الله والله راجل باير مرافض ضاء احلال بكتاب الله وسنة رسوله وداير خمسين مرة في الانترنت خمسين مرة مرة تقولوا يا راجل شكونادي لك تبقى تهدر معاه في الانترنت آه لا لا قضية عمل قضية عمل عزوش تعليل العمل على الوحدة تعليل العمل على ثلاثة تعليل لو كانت جاو هذا الناس لي رامي باتوا يشاطيروا في الليل معنسا جاو يخدمو لو كانت زايا راهي أول دولة في العالم رانا غلبنا أمريكا على حسب ما نشوفي خدمو الوحدة تعليل الزوش تعليل التاكسي فونت معمرة الانترنت معمرة الشرط شغال 24 ساعة 24 ساعة ولما ترح لي مرتو يا راجل على شكرا قد في الصالون هروح ترقل في بيتك لا لا أنا نخدم عندي عمل عندك عمل اتقي الله يا أخي اتقي الله إن الله مطالع عليك لا يجوز لك أن تتخذ طالقك صديقا روحي الزوجة يا ربي يجيب لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته